وخلال المؤتمر الصحفي أجاب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن عدد من الأسئلة للصحفيين والإعلاميين حيث أكد أن الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت معارض ومنافذ أهلا رمضان في وقت مبكر هذا العام قبل شهر رمضان الكريم بشهرين لتستمر حتى نهايته أضف رئيس الوزراء أنه يتم بحث إمكانية استمرار تلك المنافذ بعد ذلك لمدة تصل إلى أربعة أشهر مؤكدا أنها تشهد تخفضات كبيرة في أسعار السلع تساعد في استقرار الأسواق بصورة كبيرة توجيه من سيادة الرئيس أن نبدأ موضوع المعارض والمنافذ بتاعة أهلا رمضان قبلها بشهرين يعني إحنا بنتكلم أن هذه المعارض والمنافذ حتستمر لغاية كمان نهاية رمضان يعني بنتكلم على الأقل في ثلاث شهور أو ثلاث شهور ونص وممكن حننظر كمان بعد هذه الفترة أن إحنا كمان نستمر في هذه المنافذ وأرجو أن حضركم تسجلوا وتشوفوا الموضوع لأن فعلا هناك تخفضات كبيرة جدا في الأسعار السلع وده من شأنها لوحدها بتساعد على إحداث نوع من الاتزان في الأسعار ترجمة نانسي قنقر